خير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا وزي ما قلنا النهارة في بداية اليوم حيكون معنا فاكرة خاصة جدا عن يوم الجمعة فضاء اليوم الجمعة مميزاته وحنقول بعض الحقائق حول يوم الجمعة بكرة ان شاء الله السبت عشر مارس حيفتح باب التقدم لانتخابات رئاسة جمهورية وطبعا ما نقدرش ننكر ان فيه عدد كبير جدا من دور العبادة في مصر بيستخدم في الدعاية الانتخابية احنا شعب بطبيعته بننصاك وراء كلام رجال الذين بنستجيب لدعوتهم بشكل كبير جدا خصوصا يوم الجمعة بيكون فيه عدد كبير من مصلين مجتمعين موجودين في المساكد وبالتالي بيسمعوا وبيتطلعوا على كل الدعاية الانتخابية اللي بتكون موجودة في دور العبادة هكلم نهاردة عن صحة استخدام المساكد في الدعاية الانتخابية وحنتكلم عن فضاء اليوم الجمعة ومعينا ضفنا دكتور السيد نجم أستاذ تفسير وعلوم الكرآن صباح الخير يعني خلينا نبتدي الأول يعني دايما بنقول يوم الجمعة أفضل الأيام اش معنى يوم الجمعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعض الله تبارك وتعالى قد فضل بعض الأيام على بعض وفضل بعد الأزمنة على بعض وفضل بعد الشهور على بعض ففضل الله تبارك وتعالى يوم الجمعة واختص به أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة بل جعل الله تبارك وتعالى صورة كاملة في القرآن تسمى بصورة الجمعة تكريما لهذا اليوم وتعظيما له وتشريفا ليوم الجمعة ولذلك أيضا نجد أحاديث كثيرة ووفرة كبيرة جدا من الأحاديث جاءت في فضاء اليوم الجمعة وما فيه من عظم وهذا الشأن العظيم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قال عنه ابن خزيمة لا نعلم حديثا يعني فيه من السواب أكثر من هذا الحديث لا نعلم حديثا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من السواب أكثر من هذا الحديث الذي سأذكره الآن وأرجو أن ينتبه الإخوة المشاهدون إلى هذا الحديث لما فيه من الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى تخيله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غسل يوم الجمعة واغتسل من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب مشى إلى المسجد ولم يركب ودنى من الإمام واستمع وأنصت كان له أجر سنة قيامها وصيامها قيام سنة كاملة وصيام سنة كاملة ببركة هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التبكير إلى الجمعة والإنصاط والمشي وعدم الركوب طب بعض الناس يقول طيب أنا أكثر من الخطوات إلى المسجد أشوف مسجد بعيد شوية أقول ما هذا هو الذي نريده التطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ومشى ولم يركب حتى إن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه دخل المسجد ذات مرة فوجد ثلاثة قد سبقه إلى المسجد دخل المسجد قبله فبكى سيدنا عبد الله بن مسعود ثم قال لنفسه وما رابع أربعة عن ربه ببعيد وما رابع أربعة عن ربه ببعيد ثم قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول إن المؤمنين أو إن المؤمن لا يكون من ربه يوم القيامة كمجلسه من الإمام في الجمعة يعني قرب من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيكون على أد قرب من الإمام يوم الجمعة ولذلك نحن نقول يستحب في يوم الجمعة بعض الأعمال من هذه الأعمال التطيب والاغتسال أو الاغتسال أولا ثم التطيب لقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وفي رواية أو في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ وأيضا من الأعمال أن يدهن من طيب أهله يأخذ من طيب أهله وهي سنة حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم أيضا من الأعمال التبكير إلى المسجد كما قلت والوضوء من البيت أولا ثم يذهب إلى الصلاة متوضيا وفي ذلك حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة غفر له ما بين الجمعتين حديث وفضل عظيم عند الله تبارك وتعالى قد نغفل عنه أو يغفل بعض الناس عنه أيضا التبكير إلى المسجد هذا له فضل عظيم لا يعلم هذا الفضل إلا الله سبحانه وتعالى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فهذا أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى كأنك تقربت وتصدقت وإنما يتقبل الله من المتقين هذه بعض الأعمال المسنونة والفضائل ليوم الجمعة أيضا من فضائل يوم الجمعة ومستحبات أن يدنوا من الإمام كما ذكرت يتقرب من الإمام يكون على مقربة من الإمام ده نحن دلوقتي بنرى عجب عجب بعض الناس ربما يأتي متأخرا ويجلس في نهاية المسجد حتى إذا انتهت الصلاة يعني على مقربة هنا بمعنى التبكير من التواكد في المسجد مش القرب من الإمام لا الاتنين التبكير والقرب ما هو إذا أتى مبكرا سيجلس قريبا من الإمام فكما قلت حديث سيدنا عبد الله بن سعود إن المؤمن لا يجلس من الله تبارك تعالى يوم القيامة على قدر مقربته من الإمام على قدر مقربته من الإمام فكلما كان قريبا من الإمام كلما يكون قريبا من الله تبارك تعالى يوم القيامة ولذلك أيضا نقول التبكير إلى المسجد هذا مهم جدا الإنصاط هذا مهم جدا أيضا من الأشياء التي ننهى عنها وننبه عليها في هذه الحلقة عدم تخط الرقاب يعني دي ظاهرة أصبحت بعض كثير من الناس بيشتكي من هذا واحد بيأتي متأخر وبعدين بيأتي يتخطى رقاب الناس من مؤخرة المسجد إلى مقدمة المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس قد أتى متأخرا وجعل يتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال له اجلس اجلس فقد آذيت وآنيت آذيت آذيت الناس وآنيت يعني جيت متأخر فهذه أعمال كلها مسنونة طب عقوبة التخلف عن صلاة يوم الجمعة نعم في الأحكام طبعا كما ذكرت يعني فضل يوم الجمعة هذا له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى ومن من لا يحتاج إلى هذا الفضل العظيم عند الله عز وجل لكن أتى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني من ترك ثلاث جمعات لا ينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يخالفن الله على قلوبهم وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالنفاق والرباط على القلب فهذه يعني كبيرة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى أن يتخلف الناس عن الجمعات ويدعو هذا الفضل العظيم الذي تحدثنا عنه بل إن الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة حرم البيع والشراء قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وانظروا إلى التعبير القرآني هنا لم يقل فمضوا أو فأتوا إلى الجمعة ولكن فاسعوا سعي جري إلى الجمعات فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الباية يخونا ده أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى يعني إزاي نفرط في هذا الأجر العظيم يوم الجمعة غالباً بتشوف يعني إمام المسجد بيطول في خطبة الجمعة بشكل كبير جداً وأحياناً بيكون فيه رجال كبار في السن وما يقدروا أنه هما يستنوا المدة دي وسمعنا أن رسول الله عليه السلام كانت خطبة الجمعة يعني عنده ما بتطولش أكتر من عشر دقيق ده حقيقي؟ هو اتفق الفقهاء اتفق الفقهاء على استحباب تقصير خطبة الجمعة بل بعض الصحابة يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجمعة فكانت صلاته استمعوا إلى هذا جيداً فكانت صلاته وخطبته قصداً قصداً يعني إيه؟ يعني تخفيف على الناس بل بعض الصحابة أو بعض الناس بيحكي كده يقول عن عمار خطبنا عمار فقال فأوجز وأبلغ فقال له أبو وائل يا عمار خطبت فأوجزت وأبلغت فقال عمار سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما إنّت الرجل يعني من فقه الرجل وعلم الرجل من فقه وعلمه تطويل الصلاة وتقصير الخطبة وليس تطويل الصلاة هذا على إطلاقه لا طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة أعزون سيدنا معاذ قال له إيه؟ من صلى بالناس فليخفف من صلى بالناس فليخفف إنّ منهم المريض وذل حاجة فطبعاً التقصير الخطبة هذا من فقه الرجل كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من فقه الرجل تطويل الصلاة وتقصير الخطبة فإذا تناول الخطيب المحنك الناجح موضوعاً أي موضوع في الحياة كلها أي موضوع تناوله وعالجه من جميع الجوانب هذا لا يأخذ وقتاً كبيراً ولكن يعني بعض الخطباء طبعاً وهذه قلة أعتقد ربما لا يستوعب الموضوع كله فيأتي كلام من هنا وكلام من هنا وهذا هو الذي يدعو إلى التطويل ولكن من فقه الرجل فعلاً أن يقصر في الخطبة وأن يطيل قليلاً في الصلاة خطبة يوم الجمعة الخطاب الديني يوم الجمعة هل بيتم الإشراف عليه من جهة معينة؟ يعني مثلاً قطر نقول الأزهر بيعمل رقابة معينة على خطبة يوم الجمعة أو وزارة الأوقاف أو أي جهة أخرى؟ لا الحقيقة بأن هذا الموضوع يعني لا يطرح أبداً يعني هناك حرية للخطيب بأن يختار موضوعاً بما يتناسب مع المجتمع وبما يتناسب مع مشاكل الحي الذي فيه فالخطيب أدرى الناس بالحي الذي فيه يعني يتناول الموضوع الذي يراه هو ربما يكون من الوزارة أو يعني بعض التنبيهات فقط إلى أمور عامة وليست داخلة في صميم اختيار الموضوع أو في الخطبة تنبيهات عامة يعني أنواكب الخطاب الديني أن نتحدث مع الناس على قدر العلم وأن يكون هناك استعاب للمدارات أو مجارات الموضوعات الحياتية لا يكون الخطيب في واد والدنيا كلها في واد آخر هذه التنبيهات هي من الوزارة أما عن التدخل في اختيار الموضوع فهذا لا يحدث أبداً أحياناً في ظاهرة كده بدأت تنتشر للأسف بشكل كبير وهي أن بعض المصليين بيقطعوا الخطيب وهو بيعتلي المنبر بتلاقي مكاطعات وأسئلة في وسط الخطبة وبعض التعليقات وده صحيح وده ممكن يحصل ولا لا؟ يعني لو في حد محتاج يسأل محتاج يعلق هل ده ممكن يحصل وسط الخطبة ولا لا؟ دعونا أولاً نقرر هل يجوز أن يقاطع المستمع خطيب الجمعة؟ طبعاً من الناحية الفقهية هذا يجوز هذا يجوز وبعض الناس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب النبي وهو على المنبر فقالوا قال له يا رسول الله متى الساعة؟ بعض الصحابة متى الساعة؟ فقال لنا صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ فيعني يجوز ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه وليس بهذه الصورة التي نراها الآن يعني ليس أنا معطارد على موضوع ما يتكلم فيه الخطيب أقوم وأعترض أمام الناس لا 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 يقولون بأن النصيحة على الملأ فضيحة فإذا كنت ترغب في الخير فأخذ الإمامة بعد انتهاء الصلاة ونبه على الخير الذي كنت تريده ومن الحكمة أن إذا أخطأ الإمام في أمر ما أن يأتي في الجمعة التي بعدها وينبه على هذا الزلل وهذا الخطأ وهذا لا عيب فيه ولا مشكلة أبدا أما أن يقاطع الناس الخطيب بهذه الطريقة فلا ينبغي أبدا هذا الفعل لا ينبغي وليس من الحكمة في شيء بل إن هذا يحدث خللا في المسجد ويحدث فتنة في المسجد فنقول هذا الموضوع ينبغي أن لا يكون على إطلاقه يعني يجوز لو في بعض المواطن أن يقاطع الخطيب لأمر شديد الأهمية ونضع تحت هذه عشر خطوط شديد الأهمية شديد أهمية إزاي؟ أن يكون الخطيب أخطأ خطأا فادحا في حكم فقهي مثلا يعني زل الخطيب أو نسي فقال حكما فقهيا خطأا يترتب عليه أن الناس كلها اللي قاعدين في الجمعة دول هيطبقوا هذا الكلام الذي قاله الخطيب ويعني مش هقدر أن أنا أجمع الناس كلها مرة تانية وأقول لهم بس ده أحيانا بيحصل في هذه الحالة يجوز لي يجوز أن هو يقاطع وصحب شروط معينة المفروض تكون موجودة في خطيب يوم الجمعة؟ طبعا طب بيه أحيانا بنشوف يعني رجال عاديين ليس لهم أي صلة بالأصهر أو بالأوقاف وموجودين في المساجد يوم الجمعة وبيخطوف يعني أظن أن هذا الموضوع بدأ يقنن يعني بدأت الزوايا الصغيرة المساجد الكبيرة طبعا يعني لا أظن أن يكون فيها يتوجد فيها هذا الكلام ولكن الزوايا الصغيرة بدأ هذا الموضوع يقنن بإدخال هذه الزوايا إلى إشراف وزارة الأوقاف بيرسلوا يعني خطيب يسمى بخطيب المكافأة وطبعا ده بيكون لي اختبارات ويكون لي شروط معينة لابد أن يتتوفر فيه من حفظ القرآن الكريم يختبر في ذلك أو ليس بكل القرآن يعني وأن يكون على دراية وعلم بيختبر ويمر بمراحل اختبارات ثم يأتي ليه يتحدث في هذه الزوايا الصغيرة يعني أحنا بكرة هيفتح باب التقدم لانتخابات رئيسة الجمهورية وده أعتقد انتخابات مهمة جداً هيتحدث عليها مستقبل مصر بالكامل الفترة الجاية هيتكون عاملة ازاي؟ وطبعا هذلك شفت في بعض المساجد بيكون فيه دعاية لمرشح أو آخر هل ده صحيح ممكن استخدام المسجد لدعاية؟ أولا نقول بأن المشاركة في الانتخابات هذا أمر ضروري وخصوصاً في هذه المرحلة التي نمر بها لأن هذا الصوت أمانة مع الله تبارك وتعالى أمانة ستسأل عنها يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومن الأمانة ألا يتحدث الخطيب بشكل مباشر أو غير مباشر عن مرشح بعينه أو يبايع مرشح بعينه يعني هذه المساجد لم تجعل إلا للصلاة والذكر والدعاء قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال ربنا جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس لما قام ينشد ضالته في المسجد فدع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا رد الله عليك ضالتك لأنك تنشد ذلك في المسجد وهذا المسجد لا ينبغي أبدا إلا أن يكون مكانا للعبادة وللذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك أما أن يتخذ المسجد وسيلة بيع أو شراء أو يدسب المسجد في الناحية السياسية فهذا طبعا أمر لا نحبذه ولا نفكر فيه أبدا وما يدريك أيها الخطيب ما يدريك لعل تحدث بلبلة وفتنة في المسجد بسبب أنك تحدثت عن مرشح بعين يقوم بعض الناس ويقولون لا نوافق على هذا المرشح ده فيه من الصفات كذا وكذا وكذا وفيه من العيوب كذا وكذا وكذا ويقوم بعض الناس يبايعون وبعض الناس يخالفون فتحدث فتنة في المسجد ينبغي أن نجنب المسجد هذه المخالفات وهذه الفتن التي ربما تحدث بعد ذلك ودي شفناها في انتخبات مجلس شعب من الممكن بقى أن نتحدث عن هذا الأمر بحكمة كيف ذلك؟ أتحدث مثلا عن الصفات التي ينبغي أن تكون في رئيس الجمهوري ما هي الصفات التي ينبغي من الأمانة والزهد والورع وأن يكون أمينا على الرعية وغير ذلك هذه الأشياء نتناولها في قدر نتكلم بشكل عام عن المشاركة في الانتخابات وفي الشروط الموجودة بالضبط ويترك الخيار للناس يقول لهم هذه هي مواصفات ينبغي أن تتراعى أو أن تتوفر في المرشح وعليكم أن تختاروا ما تتوفر فيه هذه الصفات أو أغلب هذه الصفات دكتور سيد نجم مستاذ تفسير وعلوم القرآن أنا أشكرها جدا أن أوجدك معنا نهارته شكرا مشاهدين سيكون معنا دلوقتي تقرير عن مؤتمر صحفي أقام وزير الثقافة دكتور شاكر عبد الحميد وده كان بمقر الوزارة لإلقاء بيان للرد على مطالب أساد ذات وطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية نشوف التقرير نيرك أنا أكمل معكم فكرة